السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي متابعين الكرام يارب تكونوا بخير قبل ما نبدأ مع بعض في الفيديو ياريت ما تنسوش تعملوني الاشتراك واللايك فضلا وليس عمرا هنقول قصة النهاردة مع بعض اوضع رجل عقدة ثمينا امانة عند عطار فلما طلب منه انقر العطار فشكاه الرجل الى الخليفة العباسي فقال له الخليفة اذهب واقعد امام دكان العطار ولا تكلمه وافعل ذلك ثلاثة ايام وفي اليوم الرابع سامر عليك انا وبعد رجالي وسانزل عن فرسي واسلم عليك فرد علي السلام وانت جالس واذا سألتك سؤالا اجب علي ولا تزد شيئا واذا انصرفت اذكر العطار بالعقد وفي اليوم الرابع مر الخليفة على الرجل ونزل عن فرسه وسلم عليه وقال له لم ارك من مدة فقال الرجل سامر عليك قريبا فلما انصرف الخليفة نادى العطار الرجل وقال له صف لي العقدة الذي تتحدث عنه فوصفه الرجل فقام العطار وفتش دكانه واحضر العقد فاخداه الرجل وذهب الى الخليفة فاحضر الخليفة العطار وعقبه على خيانته وهذه كانت حيلة بسيطة جدا لاخذ الحق ودائما كان هناك مثلا يقول اخذوا الحق حرفة يا رب تكون عجبتكم القصة البسيطة اترككم في رعاية الله وحفظه ويا ريت ما تنسوش تعملولي اشتراك ولايك ولا تنسوني بدعوة حلوة بدهر الغيب اترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة